كيف هو شكل الضفة الغربية اليوم؟ عدد سكانها وفق إحصاء عام 2023 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ نحو 3.257.000 نسمة كما بلغ عدد المستوطنين فيها بما يشمل شرقي القدس 726.427 مستوطنا وفق آخر التقارير بمجموع مستوطنات بلغ مع بداية العام الماضي نحو 176 مستوطنا و186 بؤر استيطانية وبحسب اتفاق عسلو تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق تتفاوت نسب السيطرة الإسرائيلية عليها المنطقة الأولى وتسمى المنطقة ألف تمثل 18% من مساحة الضفة تخضع أمنيا وإداريا بالكامل لسلطة الفلسطينية المنطقة الثانية المعروفة بالمنطقة باء تمثل 18% أيضا من مساحة الضفة وتخضع إدارية إداريا لسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد ولكن تتشارك أمنيا مع إسرائيل ثم المنطقة جيم تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية نص اتفاق أسلو على تسليمها لسلطة الفلسطينية ولكن إسرائيل احتفظت بسيطراتها الكاملة عليها فيما تشكل النسب المتبقية أجزاء بسيطة من الضفة ترجمة نانسي قنقر